أهلا بكم مشاهدينا من غرفة أخبار واني نيوز مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد يوم السبت الذي سيضم دول متضاربة وبينها مشاكل كثيرة عالقة مثل السعودية وإيران وفرنسا وتركيا سيحضر هذا المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكن في نفس الوقت سيغيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وسيحضر وزير خارجية إيران حسين أمير ووزير خارجية السعودية هذا الغياب لهؤلاء القادة فسر وترجم من قبل مراقبون للشأن السياسي بأنهم لا يريدون أن يلتقوا على طاولة واحدة لأنهم سيرغمون على القبول بأمور لا يريدون القبول بها خاصة قبل هذا المؤتمر عقدت مباحثات بين إيران والسعودية استضافتها بغداد بسبب سوء تفاهمات كثيرة حاصلة فيما بينهم هذه المباحثات كانت تهدف إلى توطيد وتطييب العلاقات بين السعودية وإيران وتخفيف حدة التوترات فيما بينهم كما أيضا أصرت الرياض على إجراءات مناسبة من أجل استمرار هذه المباحثات حتى بعد هذا المؤتمر السؤال هنا هل سنشهد تفاهمات ما بين هذه الدول المختلفة وهل سيسهم الحوار حقا في تقريب وجهات النظر أكثر وإذابة الجليد فيما بينهم بالتالي سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة لكننا لا نعرف سندع الأيام القليلة المقبلة هي التي ستجيب عن هذا السؤال